مجدداً يعود الحراك الشعبي المساند للشرعية والسلطة المحلية في عاصمة محافظة سقطرة حديبو مظاهرات حاشدة خرجت اليوم تهتف بالدعم والإسناد للسلطة المحلية وتعبر عن إدانتها ورفضها لممارسات الانتقال ومن خلفه الإمارات التي تستميت بالسيطرة على الجزيرة منذ أعوام والجزيرة تشهد تجاذبات كبيرة بين السلطة المحلية والإمارات التي أظهرت مطامعها في الاستحواذ جولات عديدة من النزالات خاضها أبناء الجزيرة مع الإمارات ورجالها بدت فيها الإمارات طرفاً محتلاً تحاول بسط السيطرة مرة باستخدام القوة العسكرية والمظاهر المسلحة وأحياناً بشراء الولاءات وتدمير النسيج الاجتماعي واللحمة المجتمعية ما تقوم به أبو ظبيو في الجزيرة البعيدة عن الحرب ينافي تماماً ما يروج له من أخبار عن الانسحابات من اليمن وتحجيم دورها في التحالف فالواقع أن الإمارات تتنقل في مساعيها ومعاركها في مساحات مختلفة من اليمن مرة نحو الغرب وأخرى في الجنوب وحالياً في الشرق وعلى ما يبدو أن الإمارات لا تتخيل أنها ستخرج من اليمن خالية الوفاض أو أنها في وهلة ضعف يمر بها اليمن خالت أن بإمكانها اللعب فيه كما تشاء والواقع أن أمانيا الإمارات تسقط واحدة تلو الأخرى فاليمن الموغل في القدم حضارة وتاريخ وجغرافيا ومجتمعاً متماسكاً لا يمكن أن يسلم رقبته لطارئ في شواطئ الخليج العربي وفي التاريخ شواهد كثيرة